مدينة أبشا هادرة ولاية وداية كانت هي المهتة الثانية لجولة وزيرة النقل وسلامة الطرق فاتمة جوكوني وداية إلى المناطق الشرقية بالبلاد أي سكان في استقبالها حاكم الولاية إبراهيم بن عمر محمد صالح وبأت دامين الإداريين والسلطات العسكرية بالمنطقة واستهلت الزيارة بتفقد أحوال المصابين بالمستشفى الولائي بأبشا للإتمعنان على حالاتهم الصحية كما شملت الزيارة أيضا محطة النقل البري بأبشا لمعرفة سير عمل وكالات السفر والسياحة وكذا التباهس مع مسؤولي تلك الوكالات ونقابات الأمال والسائقين حول النظم المعمول بها في تنظيم الرحلات لنقل المسافرين من أبشا إلى أن جمينا وبعد المدن القبرى بالبلاد واختتمت هذه الجولة التفقدية بأقضي لقاء عمل جمع الوزير مع الجهات المعنية بالنقل والسلام المرورية ودار اللقاء حول البحث عن الصبل الكفيلة لتفادي الحوادث المرورية وما تخلفه من خسائر مادية وبشرية وعليه داءت الجميع إلى تضافر الجهود والعمل المشترك من عجل تهيئة وتحسين الظروف للمسافرين مضيفة بأن الحكومة ستتخذ التدابير اللازمة وأهم القرارات للتنظيم الجيد لهذا المجال الحيوي موسيقى 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 موسيقى